مؤشر تاسي يعود للتحركات البطيئة كلان الاسبوع الماضي المؤشر بيتحرك في حركة عرضية عنده مستويات مقاومة هامة مازال لم يختاركها الأعلى ولم يرتد منها لأسفل أهلا بيكم معاكم يوسف عزة من قناة أكاديمية تاسي ونظرنا هنكون بنقدم التحليل الفني الاسبوعي لمؤشر تاسي وأهم الأسهم السعودية وفكر حضراتكم تنظروا تتابعونا على قناتنا على التليجرام وحسبنا على تويتر عشان تشوفوا كل التحديثات وكل التحليلات اللي بننشرها خلال الاسبوع وكمان لو عندكم أي سؤال أو أي تلوات لأسفل تقدروا تكونوا تتواصلوا معنا ويلا بيهم وهنبدأ مع حضراتكم بتحليل مؤشر تاسي وزي ما تكلمنا أن المؤشر بيتحرك في حركة عرضية خلال تدولات الاسبوع الماضي ومازال بالقرب من مستويات 11195-11145 ننتظرين تدولات يوم الأحد علشان نشوف ونتأكد أن فعلاً المؤشر قدر يختارك هذه المستويات لأعلى ساعتها هتكون مستهدفتنا للمؤشر 11362 ده اللي هيكون المستهدف القادم بتاعنا للمؤشر ولكن لو سهبنا انخفاضات وارتداتنا المستوى ده هيكون هدفنا عند متوسط متحرك 200 يوم 11062 وده اللي هيكون بتوافق مع آخر قواة تم الصعود منه وإذن احنا في مستويات محورية على مؤشر تاسي منتظرين صار التأكيد بالصعود قوي يوم الحد حتى نكمل ونتأكد من الصعود أو لو شفنا افتدادات تحت المشتويات 1145 كده احنا منأكد بعض التصفيش الظابط اللي على المؤشر ولكن بشكل عام المؤشر بتحرك في اتجاه الصعيد فده اللي يدينا بعض الطمقنينة انه في صعود جاي لانه المؤشر صعد ولكن ده لا يمنع اطلاقاً انه هيكون في حركات تصفيشية نروح بعد كده لسهم ارامكو وسهم ارامكو كنا تكلمنا عنه كتير خلال دولات الاسابيع الماضية والتحاليل في الاسابيع الماضية وانه عنده مستويات 33-33.20 اللي تتوافق مع خط الاتجاه الصعود مستويات احنا منتظرين الصعود منها وما زال السعر عند هذه المستويات واحنا منتظرين سلوك سعري قوي وواضح يأكد لنا الصعود ده ممكن نكون بنرسم هنا تريند يكون بيساعدنا في الدخول التريند هو مصغر على الفريم اليوم يمكن على الفريمات الاصغر يبان معانا انضح بمجرد كسر التريند ده لاعلى والسبات كمان اعلى مستويات ده عن 33.20 ده يدينا تأكيد للدخول حاليا مش هيفضل اي تأكيد للدخول لازم تكون فيك شراط واضحة وقوية للدخول بمجرد الاختراق لاعلى والسبات فوق 33.20 ده هيكون السعر الاول المستهدف عندنا 33.90 اللي برضو قريبة من 34.5 وبمجرد تكسرهم الاعلى هنروح لمستويات المقومة المحورية اللي السعر وصل الله وعبط منها اكثر من مرة 34.95 و35 اذا نساهم اقرامكم هو ده السلوك السعري اللي احنا ننتظرينه عشان نقدر نأكد آآ الصعود والدخول ساهم بنك الينماء كنا نتكلمنا عنه اكثر من مرة في آآ قناة التليجرام وفي على تويتر وقلنا انه طالما فوق مستويات 34.35 33.55 احنا كده في اتجاه صاعد قوي منتظرين بس للتأكيد اختراقكم من 36.15 الكمة اللي هبط منها السعر تلت مرات كلال الشهر الماضي بمجرد ما يكون فيه اختراق لاعلى هنشهد مستويات 37.30 وبعد كده هنروح للكمة الاخيرة اللي كان نكونها خلال هذا العام تسعة وتلاتين شمسة آآ وتمانين وده آآ نسادفتنا البنك الانماء بنك الانماء ادانا اكتر من اشارة شراء خلال تدولات آآ الشهر الماضي وتكرمنا عنه في مستويات دعم كما ان موزج هارمونيك كان قوي بمجرد ما يختارق اشتريات المقام المدينة الاعلى يأكد لنا دخول جيد وآمن ونستكمل عليه الاتجاه كالصاعد وفرص الشراء ساهم بنك الراكح ساهم بنك الراكح كنت اتكلمت عنه برضو في قناة التليجرام وقلت انه انا متوقع له انه هو هيكون الرهان اه 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 او مكسب الرهان لسنة الفين اربعة وعشرين ده لأكتر من عامل زي احنا شايفين كان ساهم بنك الراكح يتحرك في التجاه هابط القوي جدا خلال العام الحالي ويمكن كمان العام الماضي ولكن قدر انه يصعد من مستويات الضه acaba اemption مستويات نين وستين ونص مستويات كان ساعد منها اrendre اه امني كydd استيت كمان انه يختارق عدة مستويات مقامة مستويات سبعين وحامل وسبعين تنته وسبعين تر ela سبعين ونص كلها مجموعة مقاومات قوية قدر افتركها كمان اختارق خط التجاه هابط من كمة العام الحالي كمان اخترت مستوى 6 تحرك 200 كل دي عوامل بتقول لنا البنك الربحي في طريبه للسعود خلال تدولات ما تبقى من تدولات العام الحالي وكمان العام المقبل استقرار السعر في المستوى 76 ده هيكون الاسعار لزيارة مستوى كمة كان وصل لها في مايو الماضي وهي 78.6 سهم بنك الربحي انا برشح جدا برمح جدا انه يستمر في السعود خلال العام الحالي والعام المقبل نقدر درني عليه تدولات المضربية واستثمارية وزا كنت افضل اكتر انها تكون استثمارية نروح ليه سهم سابق وسهم سابق كنا تكلمنا عنه قبل كده كان عليها حركة بطيئة نوعا ما تكلمنا انه عنده نموذج هارمونيك ومستوى الدعم 76 قدر فعلا انه يصعد منها ويصل لاول مشتهدفاته عن 79.80 وقدر انه يكون لنا قناة سعرية صاعدة وما زال عند هذه المستوى انا متوقع لسهم سابق انه استمر في السعود ولكن يتخلص من الحركة العرضية البطيئة اللي بتحرك فيها اتكون مستوى ومستهدفاته 83.685.2 سهم سابق من الاشفم اللي عليها فرص قوية جدا برضو خلال تدولات العام الحالي والعام المقبل سهم المنجم سهم المنجم انه يدينا ارباح ومستهدفات عالية جدا كنا اتكلمنا عنها في فيديوهات السابيع الماضية كان عندنا مجرد هارمونيك كان عندنا مستوى دعم ستين ونص واحد في تين ونص قدر انه يصعد ويوصل لمستهدفاته 67.7 68.3 السعر حاليا نكون لنا قناة سعرية صاعدة ولكن لازم عشان نطفل في سبقات شراء على السعر من المنجم يومي اعلى مستويات 68.3 عشان نقدر اقول انه في السعر هدر فعلا انه يختارك المستويات المقومة عشان نقدر ابني تداولات آمنة على السعر طيب المستهدفاتها هتكون فين؟ المستهدفاتها هتكون القمة اللي كانت متكونة عند 72.3 سهم المنجم للمراجبة وآآ للمتابعة عشان نقدر ندخل في صفقات صحيحة عليه علشان آآ اول من لدي فرص شرائية واضحة ومنازبة عليه نقدر ابني تداولات ولكن حاليا هيكون للمتابعة والمراكبة وهنقتل تحللنا كان معتاد بسهم بانك البلاد سهم بانك البلاد بردو كنا تكلمنا عنه في تحلات الاسباع الماضية وفعلا صعد من ناموذج الهارمونيك ومشتوات الدعم 35.2.6.10 وصل لأول مستهدفات نتناولات 35.3.45 ولكن ليه مستاخد مستهدفات تكلمنا ان نقطة البي لناموذج الهارمونيك هي ده ليكون المستهدف اللي دايما بننتظر وكمان بتتوافق مع مطلع مصد متحرك متين يوم وكمان مستهدفات المقاومة 39.7.40 مازال السعر يستقر عند 37.85 منتظرين انه يستكمل الصعود نقدر نقول انه ايه فرص شرائية جيدة على بنك البلاد طالما انه بتحرك فيه نطاق العرض ده نقدر نبني منه تدولات جيدة وراكحة نقدر نحصل منه على حوالي 2 ريال من مستهدفات الحالية سهل بنك البلاد ايضا عليه فرصة شرائية جيدة وبكده نكون انتهينا من التحليل الفني الاسبوعي لمؤشر تاسي واهم الاسهم السعودية لو عندكم اي سؤال اي استفسار اي طلب تحليل لسهن معين اتواصل معنا واكتموه في التعليقات وهنكون بضد عليكم ونشوفكم ان شاء الله في تحليلات فنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة